سأذكر لك موقف عجيب فتوقع قبل أيام أيضا قبل أن تولد السؤال الذي بعده قبل قرابة الشهرين قريبا كنت في نيوزلندا فخرجت كنت أدرس إنجليزي فخرجت من المدرسة فكان في موجموعة من الشباب السعوديين ممن ذهبوا يدرسون هناك وأكثرهم من الطلاب الفريجين الثانوية فالعادة إذا خرجنا هناك مربع بين المدارس نتحدث معهم قليلا كذا وأحيانا قد نخرج معهم بعض الأماكن جئت وتحدث معهم قليلا فكان فيه كنيسة كبيرة جدا من أقدم الكنائس عمره قرارة لمائة سنة في كرايستشير في جنوب نيوزلندا ونظرت فإذا عندها شاب ماسك الإنجيل ويقرأ بصوت عالي يخطب صوت عالي وراءه قسيسة وقسيس قلت للشباب شباب هذا ماذا يفعل قال يا شيخ احنا صارنا مضى لنا سنتان في هذا المكان هذا دائما يأتي يتكلم يذعو للنصرانية قل طيب ما أحد منكم ناقشه فقالوا يا شيخ يعني نحن غير ملتزمين طيب يا أخي أنت كافر يعني قبل الصبر لنحن مسلمون طيب مدى مسلم ليش ما تذهبوا تناقش قالوا يا شيخ ما ندري ما عندنا علم ولا عندنا قل طيب أنا سأذهب إليه وأتكلم معه مضيت من لحظتي وأقبلت إليه وهو معه الإنجيل يقرأ فلما جئت إليه لأجل أن لا يضطرب أو يرهب أو كذا ابتسمت وأنا قادم بحيث أنه يأمن فسألا جئت وابتسمت وقلت له جود إيبنينج أو جود إيبنينج أو جود إيبنينج حييت بتحييتهم ثم أغلق كتابه وحياني فعمدت في يدي وصافحته هواري وكذا فرد عليه بأسلوب اللطيف قلت له أنت تقرأ من ماذا قال هذا البايبل هذا الإنجيل قلت طيب ممكن أقرأ فأخذته وتصفحته قليلا بني جديزي وأرجعته إليه قلت صوتك جميل فقال تانكيو تانكيو انبسط فقلت أنت كم مرة لك تقرأ قال لنا مظري ساعتان وأنا أقرأ قلت إذن صوتك جميل وأنت قوي شكرا انبسط وقامت الكسيسة والكسيس وأقبل لما رأوها التلطف قلت له أنت إلى ماذا تدعو قال أنا أدعو إلى النصرانية قلت حسنا ادعني قاله أدعوك قلت ادعني أنت تدعو إلى النصرانية ادعو إلى النصرانية طبعا هو ما يدري أنا عربي أنا أعجمي أنا باكستاني أنا ما يدري بحية سوداء وشعر أسود ما يدري والعرب أيضا ليسوا كثير هناك قلت ادعوني قال أول شيء أنك تحب عيسى قلت أنا أحب عيسى لماذا تحتاج إلى سؤال أنا أحب عيسى أكثر ما أحب نفسي وأكثر ما أحب أولادي وزوجتي عيسى أحبه حبا عظيما أعطني لبعدها قال أن تعتقد أن عيسى ابن الله قلت تعني أن عيسى أن الله تعني أن الله يحب أن يكون عنده أولاد قال يس قلت معناه أن الله يحب يكون عنده أولاد لذلك عنده ولد اسم عيسى قال صحيح قلت مدام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد مدام يحب الأولاد يا أخي يكون عنده عشرين ولد ثلاثين ولد ليش ولد واحد بس قال I don't know ثم التفت على القسيسة التي مجانبت فقالت I don't know التفتت على القسيسة فقال I don't know لا أعلم ثم التفتوا إلي سأختصر لك قلتنا طيب أنا سأعطيك هل سمعتم كلاما عربيا قبل ذلك؟ قالوا لا قلت هل سبق أن قادلتم عربا قبل ذلك؟ قالوا لا قلت هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا من خلال قناة الفضائية أو إذاعة أو أي شيء عربي قالوا لا لم نسمع عربيا قبل ولم نتكلم مع عربي قلت فمتاز أنا سأعطي جملتين وأخبروني ما هو الفرق بينهما اختبار قالوا طيب طبعا تجمعوا الشباب وبدأوا يصورون بالجوالات فقلت خذ الجملة الأولى قال نعم فقلت ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا وتلوت قرابة خمس آيات ترتيلا من أول سورة مريم قلت هذه الجملة الأولى سمعتها قالوا نعم قلت خذوا الجملة الثانية قالوا نعم فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته وركب الأتبيس ثم ضيع المفتاح ودخل إلى بيت جيرانهم ثم دخل إلى بيته وارتاح هذا كلام من عندي رتلته كترتير الأول ثم قلت لهم هل هناك فرق بين الكلامين قالت العجوز قسيسة نعم نعم قلت ما هو الفرق قالت لا أدري لا أدري وجه متغير قلت لا أدري قلت إذن كيف اكتشفت أن هناك فرقا مدام أنك لا تفهمين العرق تهمت شيء أنا قالت لا قلت كيف اكتشفت أن هناك فرقا وأنت لا تفهمين قالت اكتشفته بقلبي وجعلت تضرب صدرها قلت كيف قالت لما قرأت الكلام الأول جعل قلبي ينتفط والله يشكف بهذه العبارة قالت جعل قلبي ينتفط ولما قرأت الكلام الثاني عادي قلت طيب تتوقعين الكلام الأول ماذا والكلام الثاني ماذا قالت الكلام الأول كلام الله والله وأشرت إلى السماء هذا كلام قبل شهرين غالف الكلام الأول كلام الله وأشرت إلى السماء قلت والكلام الثاني قالت الكلام الثاني ما أدري قد يكون غنية عربية شعر كلام ما أدري أما الكلام الأول فكلام النبي جاء به من الله شوف يا أخي هذا دليل أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى أي إنسان طبعا بعدها طال النقاش حول يعني أهمية الإسلام وأن هذا القرآن لولا أنه حق وإلا لما أثر فيكم إلى آخر ما وقع لكن الذي أعني أخي أننا نحتاج إلى كل جندي من جنود الإسلام أن يوصل رسالة الإسلام إلى غير